هو الإمام الحافظ سيد العلماء أيوب السختياني أبو بكر بن أبي تميمة كيسان العنزي مولاهم البصري عداده في صغار التابعين وقد رأى أنس بن مالك رضي الله عنه ولم يكن له عنه رواية كان مولده عامة وفي بن عباس رضي الله عنهما سنة ثمان وستين سمع من سعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق ومجاهد بن جبر والحسن البصري ومحمد بن سيرين ونافع مولى بن عمر وغيرهم وحدث عنه محمد بن سيرين وعمر بن دينار والزهري وقتاده وهم من شيوخه ويحيى بن أبي كثير وشعبه وسفيان ومالك ومعمر وجمع سواهم كان أيوب ثقة ثبتا في الحديث كثير العلم حجة عدلا قال أبو حاتم وسئل عن أيوب فقال ثقة لا يسأل عن مثله وقال الحميدي لقي ابن عيينة ستة وثمانين من التابعين وكان يقول ما رأيت مثل أيوب وقال الحسن أيوب سيد شباب أهل البصرة وعن الثوري قال ما رأيت بالبصرة مثل أربعة فبدأ بأيوب كان يقوم الليل كله فيخفي ذلك فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة وكان يقول ليتق الله رجل إن زهد فلا يجعلن زهده عذابا على الناس فلأن يخفي الرجل زهده خير من أن يعلنه توفي أيوب سنة إحدى وثلاثين ومئة بالبصرة زمن الطاعون وله ثلاث وستون سنة رحمه الله ورضي الله